كما التقى وزير الخارجية مع مفوض الاتحاد الأوروبي للميزانية والإدارة يوهان سهان وخلال اللقاء بحث الجانبان أخرى التطورات المتعلقة بملف سد النهضة حيث طلب وزير الخارجية الاتحاد الأوروبي بحث إثيوبيا على توقيع اتفاق الملء والتشغيل حفاظا على الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي وأكدا ضرورة أن تعكس علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي البعد الاستراتيجي للشراكة بينهما شكرا